طيب أهلا بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بيك مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مولانا يمكن احنا كنا بنتكلم حالا مع ضفنا العزيز السيزة لطفي مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري وكان بيكلم على الإغاثة وإزاي بنقدر ان احنا نقف بجانب الشعوب العربية وشعب مكلوم في هذه المأساة دينيا في الفقه في العقيدة في حياة الرسول نتعامل إزاي في مواقف زي دي وبماذا يوصينا الرسول وبماذا يوجب علينا دين بسم الله الرحمن الرحيم المواساة في الأزمات لا سيما في الجهاد المشروع حق مقرر في القرآن الكريم يعني آية الصدقات للآية ستين سورة التوبة نمى الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل في سبيل الله بناء على التفسير المضيق التراسي الموروس بينصرف إلى الجهاد المشروع في سبيل الله كل ما فيه مصلحة للجهاد المشروع هو حق مقرر من الصدقات المفروضة وكذلك من الصدقات التطوعية ونذكر ونذكر بسيدين أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم يعني سيدنا أبو بكر معروف أن أنفق ماله كله في سبيل الله سيدنا عثمان بن عفان جيش العسرة في تبوك جهز الجيش كله يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر رسول عليه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لأنه جهز الجيش كاملة إما نأتي للمسأل التطبيقي أولا يجب مواساة يجب مواساة الجرحة والمصابين ويجب مواساة أسر الشهداء ولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسأل فلما استشهد سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومسع على رؤوس اليتامة وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم شغلوا بأمر صاحبه فجاءت أرمالة سيدنا جعفر ابن أبي طالب تخشى العوز والفقر فالرسول السلام أصل قاعدة قال أنا وليهم فمن هنا نقول أن المجتمع والدول الإسلامية مجتمعة وأنا من عبر من بركة المبارك بنوجه نداء فقهي مواساة أسر الشهداء فرض على المسلمين جميعا مواساة أسر المصابين ومن تهدمت بيوتهم وتعطلت مصالحهم واجب على المسلمين جميعا لأن قلنا الآية في صورة التوى وفي سبيل الله وقلنا المسأل التطبيقي لما استشهد سيدنا جعفر ابن أبي طالب والرسول السلام خال للمسلمين أصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم شغلوا بأمر صاحبهم والرسول السلام قال لأرمالة سيدنا جعفر عن اليتامة عن الأولاد أولاد سيدنا جعفر قال أنا وليهم فمن هنا نقول للمسلمين جميعا المواساة في الأزمات كفالة المتضررين ليست لا فضلا بل هي من الواجبات الشرعية كل المسلمين من العربي والعجم من بلاد النفط إلى بلاد القحط من 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 ولو بالقلل طبعا عبر الوسائل المشروعة يعني زي ما تفضلت ويعني استضفت الأستاذ لطفي من جمعية الهلال الأحمر فهي الهيئة المنوب بها مثلا في البلاد العربية أو البلاد الإسلامية وتجب المسارعة لأن ربنا لما تكلم عن الجهاد في المشروع طبعا يعني الجهاد بالمال والبدن يجاهدون في سبيل الله مر بأموالهم وأبدانهم مر بأبدانهم وأموالهم فالجهاد البدن دالي ضوابطه طبعا بنظر ولي الأمر ومؤسساته العسكري لكن نجي لجهاد المال متاح يعني النهاردة متاح لأي إنسان الوسائل أو المؤسسات أو الجهاد كالهلال الأحمر الإنسان بيتبرع إما بالنغض وإما بالعين وطبعا هنا يعني بنثمن فضل الله عز وجل المسارعة من الشعب المصري الأبي بنثمن المبادرة سواء العمل التطوعي سواء الجمعات الخيرية سواء مؤسسات الدولة بفضل الله عز وجل التسهيلات اللي كانت في محافظة شمال سيناء كما استمعنا الجهود الجبارة من المتطوعين الاستنفار عند طواقف الشعب بفضل الله عز وجل وطبعا لا نقلل من دول أخرى جاءت إلى مطار العريش سواء دول عربية أو دول إسلامية لكن نقول حتى إعمار غزة يعني إعمار غزة يجب أن يكون من الصداقات والزكوات والتطوعات والأوقاف وغيرها لا أنا بكلم على أوقاف المالية يعني والصداقات الجارية لأن هنا من فرج عن مؤمن كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة ومن يسعر على معسر يسعر الله عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه سطر الأخير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى إنما المؤمنون إخوة نصر الله تعالى أهل فلسطين وأغاسهم من عنده ويعني عطف قلوب الأغنياء على زو الحاجات إن شاء الله عز وجل وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اللهم آمين النصر من عند الله آتن آتن